السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم صلاة حامد وإلي عشر أيام قاعد بستعمل جهاز HTC U11 Plus وهي معينتي الكاملة U11 Plus هو جهاز تم إطلاقه في نهاية سنة 2017 في محاولة من HTC بإعادة بث الروح في جهاز أطلاقته في منتصف سنة اللي كان U11 اللي برأيي الشخصي واحد من أكثر الأجهزة اللي لم يلقى التقدير المناسب لما تم طرحه U11 Plus إذا شفت U11 العادي فهو نسخة مألوفة جدا من ناحية الشكل والتصميم الجهاز لا يزال يملك واجهة وظهر من الزجاج تحديدا من Gorilla Glass 5 بالإضافة لإطار من الألمنيوم الآن ظهر الزجاج نفسه فيه على التعديل جميل جدا صراحة لهذا الجهاز بحيث أنه المنطقة اللي في المنتصف ما فيه خلفها دهاند فتيجي بشكل شفاف إلى حد ضخم وأكثر عنصر بيكون مبين هو المستقبل تاع الشاحن اللاسلكي بحيث أنه هذا الجهاز يدعم الشاحن اللاسلكي على عكس اللي يجي قبله بمنتصف السنة الماضية الجهاز أيضا يأتي أكبر بحكم أنه يملك شاشة أكبر والمزيد من هالموضوع كمان شوي ولكن بشكل عام أغلب التضاريس لا تزال متشابهة مع اليوحداش ما فيه عندنا منفذ ثلاث ونص بل فيه عندنا أدابتر من تايب سي إلى ثلاث ونص فيه عندك معيار حماية IP68 من ناحية مقاومة الماء والغبار فما عندك أي مشكلة أنك تستخدمه بالمطر أو بالشاور أو حتى لما تروح سباحة بالإضافة أنه فيه عندنا نفس الساوند سيستم اللي كان موجود باليوحداش ففيه عندك سماعتين الواحدة اللي بالأسفل والثانية اللي بتكون موجودة على أعلى الجهاز أو سماعة المكالمات واللي بتولد صوت بطريقة جدا جدا جميلة صراحة وأيضا في نفس الوقت بتعطي صوت عالي وإلى حد كبير بقدر أحكي 360 فتوزيع الصوت على هذا الجهاز كان جدا جدا ممتاز وأيضا نفس الكلام بقدر أقوله عن المايكروفونات اللي موجودة على الجهاز بحيث أنه جودة المكالمات اللي كنت أحصل عليها وحتى الفويس نوتس والأمور اللي بتتعلق بالفويس ركنيشن كانت كلها شغالة زي العسل صراحة وباعتبرها واحدة من أفضل التجارب على كل الأجهزة اللي جربتهم خلال آخر 12 شهر قارئ البصمة انتقل من الأمام إلى الخلف وفي موقع مناسب جدا أنك توصله بشكل سهل من ناحية سرعة الاستجابة والدقة كان ممتاز جدا وما وجهت معه أي مشاكل لما ننتقل للحديث عن الشاشة هنا يأتي الفرق الرئيسي بين اليوحداش والليوحداش بلس شاشة المزود فيها هذا الجهاز تأتي بالتناسق الجديد اللي هو 18 إلى 9 فشاشة مطاولة أو جاي أعرض من الطبيعي بحيث أنه هم نتكلم عن دقة تساوي 2880 في 1440 أي بمعنى آخر في عنا 360 بيكسل زيادة بالطول اللي هم بيعطوك الدقة أو العرض هذا اللي بيطلع عليه والأمر اللي بينتج لك ثافة بيكسلات في الإنش الواحد ما يقارب الـ 580 تقريبا واللي هو رقم جدا جدا ممتاز بالنسبة لشاشة بحجم 6 إنش وأيضا بحكم إنه الشاشة LCD فبتعطينا إضاءة لا بأس فيها ولكنها ليست الأفضل اللي شفتها لحد الآن ولكن من ناحية دقة الألوان ومن ناحية وضوح الصورة ما عانيت فيها من أي مشاكل لو كانت أموليد بالنسبة إلي كان الموضوع رح يكون أحلى بكثير خصوصا إنه هنا فيه عندنا ميزة اللي هي الـ Always on display أو إنه الشاشة لما تغلقها بطلع عندك معلومات ولكن في العتمة رح تلاحظ إنه الشاشة مضوية بشكل كامل نعم ولكن بتكون باهتة شوي أو إضاءة ضعيفة على أساس إنها تعرض لك الساعة ونوذفكيشنز وبإمكانك أيضا إنك تخصصها من نفس النظام جوا وتختار شكل الساعة اللي أنت بدك إياها ولكن لو كانت أموليد كانت رح تكون أفضل بكثير أما بالنسبة للكاميرا فلم تختلف بشكل كبير عن اللي كانت موجودة عليه وحداش بحيث إنه بنتكلم عن كاميرا خلفية بدقة 12 ميجابيكسل بحجم فتحة يساوي F1.7 الأمر اللي بيعطينا نتائج جدا ممتازة بشكل عام فالإضاءة أو كمية الإضاءة اللي بتقدر هاي الكاميرا أنها تجمعها لا بأس فيها وممتازة جدا الأمر اللي بيعطيك أداء لا بأس فيه في ظروف الإضاءة المنخفضة وفي ظروف الإضاءة الجيدة من حيث إنه ما فيه تشويش بالصورة وما فيه غباش كبير بالإضافة إنه سرعة الفوكس لا بأس فيها ليست الأسرع على الإطلاق ولكنها من الثلاثة الأوائل بقدر أحكي ولكن بشكل عام لم تتغير بشكل جدري عن السنة الماضية بالإضافة إنه ما زادوا كاميرا ثانية فما في عندنا أي من المزايا الإضافية اللي بتسمع فيها من شركات أخرى مثل اللي هي تغبيش الخلفية أو العزل عن الخلفية إذا ما كنت مهتم بها الموضوع مش راح تفرق معك كثير أما بالنسبة للكاميرا الأمامية فهي بدقة ثمانية ميجابيكسل مع حجم فتحة يساوي F2.0 واللي صراحة نتائجه كانت جميلة جداً ورائعة ولكن لو حطوا فيه OIS أو تثبيت صورة بصري مثل ما حاطين على الكاميرا الخلفية وHDC عملتها من قبل كانت راح تعطي نتائج أحلى بكثير وفيها رجفة أقل هذا الأمر بساعد من ناحية سرعة الشطر ولكن لا تزال كاميرا لا بأسيها ولكنها بعيدة أميال عن كاميرة البيكسل ولا أزال يعني أفضل بشكل شديد جداً صراحة كاميرة البيكسل الأمامية انتقالاً للحديث عن الأداء فهم نتكلم عن معالج سناب دراجون 835 مع 6 جيجا رام إذا بتحصل على النسخة اللي فيها سعة تخزين 128 أو مع 4 جيجا رام إذا بتحصل على النسخة اللي تملك 64 جيجا بايت من التخزين وعلى كلا الحالتين الصفتوير تاع HTC بيساعد بشكل كبير بأنه أغلب المهام تكون خفيفة وسريعة بحيث أنه بشكل عام أداء الجهاز كان جداً سلس ما واجهت معه أي مشاكل ما لاحظت أي تنتيع أو تهنيق وعلى ذكر الصفتوير بحكم أنه HTC لا يزال فيه عندنا Sense UI اللي هي واجهة خفيفة جداً وأيضاً فيها عمق من التعديلات بحيث أنه بتقدر أنك تغير على الثيمات الخاصة للجهاز نفسه تغير على شكل الأيقونات الخط بحتى بإمكانك أيضاً أنك تتحكم بالNavigation Bar اللي موجود بالأسفل من حيث أنه تقدر تبدل ما بين الأزرار اللي موجودة زر الرجوع وزر آخر التطبيقات وحتى أنك تضيف صفحة أخرى على زر الNavigation Bar اللي بيمنحك اختصار مثل سكرينشوت أنك تسجل الشاشة اللي هو أمر وجدته جداً جميل وميزة ما أعتقدني لو حظتها صراحة واستخدامي للU11 وأيضاً في ميزة عثرت عليها بالصدف بعد خمس أيام الاستعمال بحيثنا شوي مخفية ألا وهي شيء اسمه الEdge Launcher اللي هي عبارة عن طريقة بإمكانك أنك تضيف مجموعة من الاختصارات علشان توصلها بسرعة إمكان تطبيقات أو وظائف خاصة بالنظام نفسه حركة شبيهة باللي شفناها على أجهزة الEdge من سامسونج ولكن تطبيقها غريب جاي شوي هون ومدفونة نوعاً ما مش شيء سهل أنك توصل له وأيضاً إحدى الميزات اللي انتقلت من اليوحداش العادي للبلس هي ميزة الـ Squeeze بحيث أنه لما تعصر الجهاز في إيدك من الأطراف بإمكانك أنك تفاعل أمر أنت بتحدد إيش هو من خلال السوفتوير هذا أمر الجوجل بيكسل كانوا محددينه فقط لمساعد جوجل ولكن على اليوحداش السابق وعلى هذا الجهاز بإمكانك أنك تخصص طبعاً حدة العصر أو شدة القوة اللي لازم تطبقها على الجهاز بالإضافة لطبيعة الأكشن إن كان من عصره واحدة أو إذا عصرته مرتين وراء بعض والليه هو أمر جداً جداً خرافي وشخصياً استخدمته بشكل كبير للكاميرا تحديداً أخيراً وليس آخراً خلينا نتكلم عن أداء البطارية بحيث أنه هذا الجهاز يملك بطارية ساعاتها غريبة شوي 3970 ميلا أمب اللي هي يعني مش بالضبط 4000 ولكن مع هيك بشكل عام أداء الجهاز أو عمر البطارية الاستخدام الخفيف والثقيل كان بما يقارب حوالي 4 ساعات إلى 5 ساعات من وقت تشغيل الشاشة الكلي اللي هو رقم لا بأس فيه ليس طاحن لأجهزة أخرى ولكن في نفس الوقت لا أزال بشوفه جيد بالنسبة لجهاز من هذا النوع وإيضاً فيه عندنا هون الشحن السريع من ناحية Quick Charge 3.0 اللي بيشحن لك الجهاز من صفر إلى مئة بالمئة ما يقارب الساعة و 35 دقيقة ساعة و 40 دقيقة واللي هو رقم لا بأس فيه نصف البطارية فيه نصف ساعة مثل كل أجهزة لـ 2017 هذا الجهاز بيقدم لك كاميرا جيدة صوت جيد أداء بطارية لا بأس فيه وشاشة جيدة ولا بأس فيها فإذا أنت محب لـ HTC هذا الجهاز رح يكون معك فلة أموره تمام ولكن إذا بدك الأقوى والصاعق الماحق استنالك شهرين ثلاث لأنه جديد كل الشركات رح يكون صار طالع رابط الشراء رح يكون موجود في الأسفل بالإضافة لرابط Patreon إذا بتحب أنك تدعمها للقناة بشكل مباشر بإمكانك أنك تشوف تفاصيل كلها في صندوق الوصف هذا كان كل شيء لها الفيديو كاماكم صلاح حامد في أمان الله